كلما غرقوا في مستنقعة الفشل هرعوا إلى تصعيد الخطاب الطائفي بلغة مسمومة لتمزيق النسيج الاجتماعي في العراق أحزاب السلطة قبل كل انتخابات وبعدها وعند كل فشل لا تجد ما تواجه به الشعب العراقي الصاخط على فسادها سوى إثارة النعرات الطائفية هذا السلوك يصفه مراقبون بعقاب جماعي من الأحزاب ضد الشعب العراقي بسبب صفعته الثالثة للطبقة السياسية عندما قاطع الانتخابات بأغلبية ساحقة في مؤشر واضح على فقدان الثقة الشعبية بشكل تام بالعملية السياسية ومفرزاتها أحد أبرز وجوه التنظير الطائفي والفكري للميليشيات غالب الشابندر ألقى قناع الديمقراطية المفترضة في الانتخابات الأخيرة بتصريحاته حول نتائج الانتخابات في بغداد إنه خسن الشيعة بغداد والعلم أن الشيعة بغداد يعشقون بغداد منذ أن تأسست إلى العالم وجل علمائهم من الكبار هم بغداديين وبهذا النفس الطائفي كذلك كتب وصرح وعلق كثير من قادة ومسؤولي الأحزاب الطائفية محاولين بكل الطرق صناعة حاضنة شعبية والتشويش على رؤية التغيير الوطنية التي تبلورت بعد ثمرة تشرين ولأن أجواء الشحن الطائفي تطرب عرابيها ومنظريها أطلق نور المالكي تصريحات عبرت بشكل واضح عن العقلية الطائفية التي يتعامل بها هؤلاء مع المحافظات المنتفضة عام 2013 داعش لم تكن إلا صنيعة تم تأسيسها في منصات الاعتصام في الأنبار من قبل الإدارة الأمريكية مباشرة وهي عقوبة لنا لأننا وقفنا رافضين عملية إسقاط النظام في سوريا نظام الأسد الذي يفتخر المالكي بحمايته من السقوط هو نفس النظام الذي اتهمه المالكي سابقا بالمسؤولية عن مسلسل التفجيرات بالعراق ورفع شكوى دولية ضده على خلفية هذه التفجيرات الخطاب الطائفي عند أحزاب السلطة بدأ يتحول من طريقة للحكم إلى أسلوب انتقامي من شعب وجد طريق خلاصه الوحيد بإسقاط العملية السياسية بكل رموزها